لازالت الكتل السياسية في العراق تحاول الحصول على اكبر عدد من المكاسب والحقائب الوزارية في حكومة مصطفى الكاظمي المنوي طرحها للحصول على الثقة امام البرلمان نواب في البرلمان العراقي قالوا ان الخلافات ما زالت قائمة بين الكتل والمكونات السياسية على توزيع الحقائب وان اللقاءات مستمرة في محاولة للتوصل الى حلول لهذه الازمة قبل عرض الحكومة على البرلمان مطلع الاسبوع المقبل الكاظمي كان قد حدد اثناء مفاوضاته مع الكتل السياسية حصة المكون الشيعي باحدى عشرة وزارة والسني بست وزارات وثلاث وزارات للاكراد ومنح الاقليات وزارة واحدة وقال الكاظمي ان المشكلة تكمن داخل المكونات نفسها على تحديد الاسماء التي ترشحها لشغل هذه الوزارات القوى الشيعية التي تمثل الاغلبية في البرلمان كانت قد منحت الكاظمي قبل ايام حرية اختيار طاقمه الوزاري على ان يراع التوازن بين المكونات والقوى السياسية ثم عادت وشكلت وفدا للتفاوض معه لتحديد حصتها من الوزارات وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في التاسع من هذا الشهر رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة بعد ان فشل المكلف السابق عدنان الزرفي في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة